أنابى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدأ الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس جلالته لكرة القدم والتي جرت مساء اليوم بين فريقي ناديي الحد والبسيتين وذلك على استاد البحرين الوطنية وقد كان في استقبال سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم والسيد هشام الجودر رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة وأعضاء الاتحاد البحريني لكرة القدم وتابع سموه المباراة حيث أسفرت نتيجتها عن فوز فريق نادي الحد بهدفين مقابل لا شيء لفريق نادي لبسيتين وفي ختام المباراة قام سموه بتسليم كأس جلالة الملك المفدى إلى السيد أحمد المسلم رئيس مجلس إدارة نادي الحد وإلى كابتن ومدرب الفريق كما قام سموه بتقليد اللاعبين الميداليات وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على هذه الإنابة مشيدا سموه بالروح المعنوية العالية والمستوى والأداء الجيد لكل الفريقين وحرصهما على إبراز أفضل المهارات والإمكانات خلال هذه المباراة للفوز بأغلى الكؤوس كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم كما أشاد سموه بطاقم التحكيم الذي أدار المباراة بكفاءة واقتدار موجها سموه الشكرة إلى الاتحاد البحريني لكرة القدم واللجان العاملة فيه وجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد وسوف نوفيكم بمزيد من التفاصيل حول مجريات المباراة في سياق نشرتنا الرياضية بعد قليل اشتركوا في القناة